استقالة عادل عبد المهدي تشبه طلاقا شكليا على الورق يراد له الاستمرار بهذا الشكل أطول فترة ممكنة لاستثمار الوقت الذي أصبح يقاس على ساعة المتظاهرين لا على ساعة الأحزاب والكتل تمس كل قوى السياسية بعادل عبد المهدي يأتي من باب سعيها للاتفاق على حصصها من المناصب السيادية والدبلوماسية والحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة قبل رحيل الرجل الذي يعتبر بمثابة غطاء القدر المملوء بطبخة الفساد صحيفة أندبندنت البريطانية بنسختها العربية تقول إن عبد المهدي يمثل حلقة الوصل الأخيرة التي تربط خلفاء طهران بالسلطة وخروجه سيفتح عدة ملفات تتعلق بالفساد والإرهاب ولتبرير بقاء عبد المهدي تذرعت الكتل بتحريك قضيتين إخراج القوات الأمريكية والاتفاقية الصينية مع العراق حيث أن معالجة هاتين القضيتين تشرعن بقاء حكومة تصريف الأعمال وليس من الوارد في ذهنية السلطة الحاكمة إزاحة عبد المهدي بشكل فعلي دون إيجاد بديل مناسب له يجيد إدارة لعبة المصالح ويحافظ على التوازنات الحزبية القائمة كما أن التوافق على رئيس الحكومة المقبل لن يتم إلا إذا توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع زعيم تحالف الفتح هاد العامري كما تقول مصادر برلمانية لكن محاولات الأحزاب إبقاء هذا الوضع السياسي للحكومة المستقيلة قد لا يستمر طويلا في ظل الظروف الراهنة المتمثلة بثورة تشرين وقدرة المتظاهرين على جعل أنفسهم رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية ترجمة نانسي قنقر